إذن رجعنا مشاهدينا وكثير من التفاصيل اليوم راح نتعرف عليها مع الأستاذة سندس الشايجي مدرب تمكين حياة معتمد صباح الورد صباح الخير حياتي الله معانا اليوم في شاي ضحى الله يحييت مشكورين على استضافتكم حياتي الله معانا أستاذة سندس شلونت مع البرد أقول شي أبي ويد برد بس لا أنا أحب البرد بالعكس يعني البرد أحسه شي يديد عندنا وتغيير ومتعودين عليه ويد صح صحيح لكن خلينا الحين أدخل في تفاصيل كثير مهمة أستاذة سندس يعني أحيانا للواحد ممكن تصير معاه مواقف بالعمل أو في البيت وما يعرف شون يتصرف ونقول يدير مشاعره أكثر شي وإدارة المشاعر موضوع يصير صعب عند كثير من الأشخاص اللي حزة الحزة يطلع منهم تصرف أو كلام بعدين الواحد يندم عليه فحنا خلينا في البداية نتكلم عن هالنقطة هذا شون الواحد ممكن يدير مشاعره شوفي المشاعر أتي من وين أتي من طريقة تفكيري صح ولا لا إذا أنا عندي طريقة تفكيري أن أنا إنسان ممحبوب أو أنا سمعت وانا صغيرة أنا في قلطينة أو يعني ما حد يحبني كانتقادات مثل انتقادات من الصغر فهني شنو يصير فيني أصير منطوية على نفسي وتوتر وخوف من الناس بالتالي شنو ما راح لا أروح أضبط علاقاتي مع الناس ولا أطلع ولا أروح يمعات ولا شي غير لما واحدة تحس أنها لو الله محبوبة عندها كارزمة الناس تستعانس عليها فهني شعورها يصير غير أن تكون متحمسة ولا مرتاحة ووافقة من نفسها وتقبل على الأشياء فإذا تبي لأي أحد يبي يغير مشاعره هني يشوف أنا شلون ليش حسيت بالخوف ولا بالقلق ولا شنو طريقة التفكير فعشان شذي أنا تشمر أقول إحنا نروح حق التفكير شنو الأفكار التي سببت لك هالمشاعر عشان مشاعرك القلق والخوف ما يتمني والطريج يتمني طريقة نظرتك حق موضوع معين نعم أو مواقف يمكن كثير أمر فيها الواحد فيرتبها على أنها دائما يحصل معي أنا هالموقف هذا أنا وعيد أسمع من أشخاص يقول أنا دائما يصير معي تشذي أو أن أنا دائما الناس يتعاملون معي بمعاملة قاسية دائما دائما هذا الشي يصير من الشخص نفسه طبعا عشان هو طريقة حتى نظرته حق الأمور أنت لو مثلا أربعة أو خمسة قاعدين بنفس المقعد وصار ظرف كل واحد فينا بيشوفه من الفلتر من منظوره بناء على طريقة تربية على مبادئة على النقاط الضعفة اللي عندها صح لكن دائما نقول يعني هالمشاعر هذا اللي تصير فيه لحظات يمكن كلام نقوله أو تصرف ما يأثر بتأثير كبير على عكس أن الواحد يكون وايد من عصب صار موقف الحين نقول في معاملة في مكان عام وصار يعني موقف ما يخلي الواحد يقدر أنه يتصرف فيه فيلجأ للغضب فهنا الواحد ممكن ينحرج بعد ما أنه يعصب ويحس أنه بعدين ما يكون شيء هل يتعامل مع الموقف وشون يدير الغضب بعد صح شوفي أهوى الواحد لازم يعرف أنا متى أغضب الناس عيش تعصب الناس تعصب إذا شغلتين تعصبين لما نقول إذا حطقتش على الوتر الحساس نزين شو الوتر الحساس أكو شغلتين يا أما أنا مواضيع معينة أنا وايد حساس منها من الصغر والله أو أو قيم من قيمي صح مثلا إذا أنا والله واحدة من قيمي الحرية أوكي الشخصية ويقعدت مثلا بالدوام مديري حاط عليه رحته ييتش قاعد سوين ولا زوج مثلا حاكر زوجته ما تروحين هنا تلاقيين الواحد ممكن ينفجر ويعصب عشان هي قيمتها الحرية الشخصية مثلا نفس الوقت مثلا إذا أنا والله حساس موضوع أني كله أعصب أحد قايل لي وأنا حطي ملح لنجدش فيكم عصب تلاقيين أثار عشان فالأعصاب تصير لأملقة ضعف أو قلة ثقة عندنا بهاللقاط أو النقيمة ومصيبة اللي عصب صعب أنه يتغير ليش عشان أموره ماشية لأنه مرتاح مرتاح تلاقيينه ممتاح هو حسب لأن الناس قاعد تسمع كلامه الأمور تمشي تخاف الناس مانا خلق الناس تخاف حتى إذا كان المدير يعصب أو هي المدير لأ لأ أغير أن كل شيء ماشي لا ماشي غصبا عليهم من خوف مو من أنهما حب هو ما يدري أنه لما يشتغل على يشوف شنو نقاط الضعف اللي عنده هني يتغير حيل هو رح يصير وائد مرتاح يعرف ونفس الشي الشخص اللي يتضايق أنه هذا عصب الشخص اللي أنزين ليش كل شيء تحط يعني شخصاني أنه هو معصب كيف وهي طريقتها أنطر أنت عندك الاختيار وشان تتعامل معه أنطر تقريبا يعني بعد ساعة ساعتين روح كلمة بس لا تعصب عشان هو هذه عقليتها أنه لازم أنا الآن أفوز مثلا للمعصب أنه لازم لحين فبتصير هو متحد يعني بالنهاية المصيبة الشخص اللي يعصب أصلا أنت متة عصبين لما تكون تحت ضغط صح أكيد فأوما أكو يعمل إذا تصير تحت ضغط أكو شخصيتين يا أما تصيرين محبطة وانتضاحية أو تصيرين غلقة أو تصيرين شخصية معصبة الشخصية اللي تعصب تحس أنه لازم تفوز بالحوار أو بالنقاح بالضبط عشان هذا شي ريحهم حسب الشخص الثاني لازم يقدر أن ما يأخذ الشيء شخصي أن هذا تحت ضغط معين أو توتر وانطر بعد شوي وكلمة ويتحبيت كنامة أستاذة سندس خصوصا أنه فعلا من الواقع الذي نعيش فيه الإنسان مكامل الكمال رب العالمين على الشأن شديد الإنسان عنده انفعالات ممكن يعصب يزعل يبشي هذه كلها أمور تصير لكن لا يصير الموضوع زيادة خير الأمور الوسط يعتدل الإنسان في سلوكه وتصرفه لكن في بعض الأشخاص عندها مثلا هذا الشخص أنا أعرف أنه عنده نقطة ضعف معينة يحاولون يستفزون الإنسان بنقاط الضعف ممكن أن الواحد يتعامل مع هذه الأمور فيه الواحد ممكن يعرف لكن لا يروح الإنسان ويتعمد أنه يضغط عليه وتصير مشكلة كبيرة هذه النفسيات أولا إذا أحس أنا هذا الإنسان أن أنا الناس على طول قاعدة تأذيني أشتغل على نفسي هذا الشخص الذي الناس تأذي الناس اللي تأذي عشان هو اللي بيأذي هذه نفسي تأعتقد فريضة أو يبيأذي يعني هذا ما أرصا ما يعني ما نتكلم فيه لازم يعني بالأمانة يعني عزة لايف كوتش أو المدرب حياة أنا ما يهمني لما نقول هذا يسوي ما يهمني أن الواحد يلوم الثاني لا تشتغل على نفسك ليش تخلي أنت تصير ضحية فريسة سهلة الناس الطفر كلها اشتغل على النقاط اللي تأذيك وبس بعدها ما رح تتأذى رح تكون برتاح أصلا ما تأثر فيك صح وكان زين كل الناس أصلا تتبع هذا الأسدوب لا تصير مشاحنات لا تصير مشاحنات تقل الأمور حتى لو تكون موجودة طيب أستاذة سندس اليوم هناك مقارنات كثيرة غير للموضوع القضب وتصرفات الثانية هناك ناس تقارن الشخص مع شخص غير أنا ليس نمط حياة هذا الشخص حياتي تختلف أنا كبري إنسان مختلف فلماذا هذه المقارنات تصير حتى في البيت الأهل مع عيالهم الريال مع زوجته وايد تصير في مقارنات لدي كثير من الأشخاص الشنون الواحد يتعامل مع هذه المقارنات اللي قاعد تصير مرات تنفرط عليه حتى يسمع وايد مقارنات شنو التصرف الصحيح معها شوفي المقارنة طبعا من أسوأ من الأفكار السلبية اللي تأثر على ثقة الشخص بنفسها فلما أنا أقارن مع شخص ثاني حتى نحن بالسوشال ميديا اللي قارنون مع المودلز والفاشنستان صارت الناس تقلثقتها أكثر بنفسها لما أنا أقارن نفسي بغيري هنا لما أعظم إيجابيات الشخص الثاني وشنا ما عنده ولا سلبية بنفس الوقت أعظم سلبياتي وأوخر كل إيجابياتي فهذه المصيبة فأنا شلو أقول لحق المتدرباتي اللي يوني أنا شلون نحن نبي نقلب بالفكرة من سلبية لإيجابية أنت شقاعد تقارن نفسك فيه تقارن نفسك بالثراء بالفلوس باللبس بالجسم شو تقارن النفسك فيه فهالأشياء اللي تقارن النفسك فيها خليها مثل شي تشتغلين تطورين نفسك إذا أنا لك وايدي يوني إنه والله إنه تقارن نفسها بالناس اللي واثقة اللي تتكلم صوت عالي و يصير عندها حضور فإيه تقارن نفسها وتحس نفسها أقل إن زين خليش تغل عليك أنت صور عندك ثقة بنفسك وتعارفين تتكلمين جدام الناس نفسي شي إذا أحد جسمها معاجبة أنها ضعيفة وهذا ضعيفة إن زين ركزي واشتغلي على جسمك بنفس الوقت شوفي المميزاتك الثانية إنه يعني إنه ما يصير أنت تبخسين بحق نفسك وتبس بتحضمين الشخص الثاني فهذه هني الطريقة اللي إحنا نخلي فيها من ثكرة سلبية لإيجابية إن أحفز أفهم نفسي أكثر أنا ما راح أقارن نفسي بغيري بشيء ما يهمني نعم فإذا أنا والله تلاقيني أنا ضعيفة وزينة وشكل حلو راح أقارن بالنقص اللي عندي والله خنقول مثلا أبي هذي والله عندها فلوس ولا عندها صديقات أكثر ولا واثقة وتتكلم فكل واحد يقارن بنقاط قلة يعني الأماكن اللي هو ضعيف فيها نعم أنا وائد أسمع أشخاص يقولك أنه هو ما يقدر يوصل لهذه المرحلة ثقة بالنفس لأنه فيه تراكمات يمكن حتى منذ الطفولة يعني من الأسرة نفسها كانوا يعني ممكن تعليقات وغيرها من الأمور على جانب هو ما يحبه بشخصيته مثلا أو شيء هو ما يحبه بنفسه وأكيد كل إنسان عنده نقطة ضعف وعنده مشكلة يعني منها لكن فيه ناس تعرف تتصرف مع هذه الأمور فيه ناس ما تعرف تتصرف معها شنون يبني ثقة بالنفس من بعد ما ربع يمكن نقول الواحد على هذه الأمور والتحطيم نفسه شون يقدر يتغير شون يقدر يصير عنده ثقة عالية بنفسه لما نشتغل مع المتدربات والمتدربين اليوني أغلبيتهم عن هالشيء وما في أحد عندنا مو متأثر بطفولته ولا بالشغل اللي مديره قط عليه كلمة أو الزوج أو الأهل فهنا لازم نعرف نقعة مع بعض ونشوف أصلا من وين يت المشكلة وشن السالفة وفيه تمارين بسيطة وموضوع يعني حتى الجلسات اللي نسويها هي الضحك هو ناس فيكتشف أنه فيه يتقبل نقاط قوتها يعني لا يطور نقاط قوتها ويتقبل نقاط ضعفها ونشتغل على نقاط الضعف لين وأعطيهم تمارين على طول يسوونها لين يحسون نفسهم مرتاحين فما يؤثر عليهم كلام الناس خلاص يوصون اللي هم يبونه نعم بس يبي له وقت ويعتمد من متى والله أنا بلشت عدم ثقتي إذا أنا والله من صغير لأننا الحين عمري والله أربعين ياخذ ممكن أطول من والله توا صار للموضوع لشهرين أو ثلاثة نعم صارت عنده مثلا هذه المشكلة اللي قاعد يلاحظ أنه يمكن وايد ناس يتكلمون عنها كانتقادات وغيرة من الأمور حالاته يعني إذا الواحد يكون واعي أول بول يشتغل على هذا الموضوع وما تصدقين شنو النتائج يعني النتائج مبهرة والله لما نشوف الحمد لله نبي نعطي الناس أمل وتفائل فيه اللي يعيشون مثل هذه الحالات هل الشخص مثلا وايد عنده ظروف وضغوطات ومشاكل ترى في ناس فعلا يعني يمكن الواحد تكون حياته ما فيها نفس المشاكل اللي يعيشها شخص غيره يعني هذا بيئة تختلف عنه ممكن هذا عنده ضغوطات معينة مالية ديون غيرها من الأمور هل هذا الشخص ممكن يطلع من هذه المشاكل وتتغير حياته إذا عرف شون يتعامل مع المشكلة طبعا إيه يعني لما أنا أشتغل يعني على نفسي وتقبل وضعي طبعا يبيل يعني جلسات جلسات راح تشوفينه مرتاح يعني حتى لأنا مثلا لما أتقبل أن أنا مديون خلاص تقبلت أن أنا مديون هنا راح أكون أصلا مرتاح مع نفسي من غير ما يكون هذا الصراع أو أنا تقبلت أن أنا والله إنسانة تعيسة أو أنا ما عندي ربع وتقبلت الموضوع خلاص هنا تتبلشين أنت ترتاحين مع نفسك وبالتالي طغتك راح تتغير وتنفتح لتش الأمور يعني إحنا على طول نشتغل نشوف شونه اللي قاعد يخلي المتدرب يصير تحت التوتر ونشتغل على هالموضوع أنا نغير نظرتها حق هذا الشيء اللي قاعد يأثر فيه وبدأين يصير تطور وتصير نظرتها أكثر إيجابية وهذا اللي نحن نبي نوصل ل أن الواحد تغير حياته من الأسوأ للأفضل طبعا مو العكس يعني وهو الإنسان يمر بانتكاسات كثيرة ومطبات في الحياة لكن شونه يتعامل مع الموقف وشون يتغلب على هذا الصراع الداخلي اللي يصير عنده كثير من الأشخاص تحديات وغيرها أنا ودي نصيحة أستاذة سندس للسيدات يعني اللي يعانون كثير من الأحباطات وأنها ما رح تتغير وأنها ما كفايدة وأنا أسمع هالكلام مرات من سيدات أمانة أحس بالحزن والضيق أتمنى أنه ما يوصل لهذه المرحلة شوفي اللي يريد يتغير يتغير نعم يعني كل شي يتغير إذا كانت في نية إذا كان في نية فأنا حتى لما يوني مثلا الأهل بيبون بناتهم عندي أو أولادهم أو أحد يبي إذا الشخص ما في نية يتغير مستحيل يتغير بس إذا الواحد مستعد يتغير راح يتغير وبسرعة يعني أسرع من اللي هو يعني خاصة إذا طبق التمارين وعقب الجلسة سوى كل شي خذينا بالجلسة التزم يعني نقول التزم راح يشوف عشان ما كو شي أن أنا بقعد حزينة ولا أنا بس أندب على حظي ولا هذا أكو ناس يبوني يقعدون هنا بها المرحلة خليهم لين يصيرون يعني يوصون مرحلة أنه بس خلاص أن أنا بيأتغير وأكو ناس لا ما يبوني عاجبهم وترى لما الواحد يكون حزين ولا يكون ضحية وناس تحس أن تكون أولا مرحلة إدمان أن الناس بس كل ما يسئلون عنها في ناس يقاطعون الشخص مثل يقعد وحيد من كثير ما هو شخص سلبي هذا لأن الواحدة تتغير هنا لا طبعا تصير تغير حتى يلاحظون بجلستين ثلاثة أربعة تقول لك الله عافيش أشوف الدنيا غير فحرم أن كل من يقدر يشوف الدنيا طريقة ثانية وبنظرة ثانية لماذا الواحد يستسلم حق هذا الوضع ويقعد مكتئب أو المعصب فأكو وايد حل حقهم وصراحة وحل حلو يعني يونس وصيرين أكثر واعية حق نفسك تتغير حياتهم صحيح للأفضل شكرا لك أستاذة سندس الشاي جينوورتينا اليوم في شاي الضحة شكرا لك على كلامك الجميل وهذا الأمل الذي تعطينا للسيدات أنه فعلا تغير حياتها للأفضل دائما الله يسلم مشكورة يعطيكم العافية شكرا لك ونكمل معكم فقراتنا في شاي الضحة